اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تطرح في التعاقد مع المدرب يجب أن ينبني على أسس ورؤية للمنظومة للفارق لأن الفارق يختالوا مدربا عفويا بدون أن يقوم بتحت دراسة لأن الاستمرارية دي الجهاز الفني لمدة ثلاث سنوات أربع سنوات تعتك منتوجا يعني كرويا وكذلك طمئنانا فنيا داخل النادي لكن أنك تتعاقد بكل سرعة كل مرة أن عندك كما نقول على الهوى ديالك أنك ليس لك استقرار على مستوى الفني هذا يعني بأن هناك ارتباك على مستوى الحكامة التدبيرية داخل المكاتب المسيرة أو لك نقول المكاتب المديري المسيرة لديك الجمعية الرياضية وبالتالي كيبان بأن هذا كيعطي واحد لانطبع نوعا ما من الفشل نوعا ما من عدم التخطات ونوعا ما من الاستراتيجيات لكيبان بأن هذه الرقصات يمكن تؤثر بشكل كبير جدا ليس على مستوى الفني وإنما على مستوى العلاقة الجماهيرية على مستوى يعني العلاقات المداخل لأن عندما يتددددد نتائج تعود إلى أن الجهاز أو القيادة الفنية هي الأساس بدون أن نطرح السؤال لماذا لم ينجح المدرب هل هناك توفرت كل إمكانية لابد من سؤال نقداتي فلسفي داخل المكاتب المديري ماذا أعطينا للمدرب هل فعلا كنا نحن جاهزين من ناحية المالية وتدبيرية وتوفير الشروط الأساسي للنجاح لأن أجل القيادة الفنية أن تكون ناجحة وأن تغوص كما نقول قيادة الباخيرة الفنية داخل هذه الأمواج بين البطولة الوطنية أم هناك اختفاء وراء أن المدرب هو الحلقة الأبسط لأن العقد دياله يمكن أن يكون عقدا بسيطا ربما أنه مكلفا في بعض الأحيان لأن هناك يكون وهذا ما نشاهدون الآن في الأندية الوطنية التي تعاني من كثرة عدم الجامعة أنها مسمحات ليش تنتدم نظرا لأن تجمع واحد من جمع هذه المشاكل المالية اللي خلتهم وخلقاتهم أنه ما يتعقدوش وبالتالي بأن الرؤية على الجهاز الإداري ربما لا تبرر فشلها وبالتالي تضع المدرب في قفص الاتهام بأنه الفشل وهذا وسؤال جواري رغم تكتم جمعة من المدربين عدم قول الحقيقة للرأي العام وكذلك الرأي الصحفي من أجل البحث على الخلل ولكن أخير ما ما تابعناه في الجمع العام لجميع الملاكي له القدم اتضح بأن هناك خطأ تدبيريا داخل الأندية الوطنية أخي أستاذ من وجهة النظر كيف ترى أن المدرب خطأ نعطيه مدة كبيرة ووقت كافي ليس مدة كبيرة نقول ووقت كافي لتقييم العطاء دياله وعدم تسرع لحكم ديال الكفاءة دياله ومستوى دياله الحقيقي لأنه لأنه سؤال هذا يعني كنت شكرك عليه لأنه أولا قبل أن نتعقد موحد المدرب أنت ترى الأهداف ديالك كيف أهداف قصيرة المدى لمدة 3-4 سنوات متوسطة 7-8 سنوات مدة 10 سنوات للبطولة وبناء الفريق يعني هناك واحد الأهداف انتكت تترك مكتم مديري ماذا نريد هل فينا نريد مدرب الذي له القدرة والكفاءة من أجل يعني هذا النادي سينتقل بأنه عنده واحد اللاعبين كبار في السن ودخول اللاعبين جداد أما هناك يعني استمرارية مع اللاعبين هل لدينا أطماح للمشاركة والفوز بالبطولة ولعب على واجهات يعني قرية وكذلك إفريقية هذا كل أسئلة كالدخل داخل الأهداف عندما تحدد الأهداف لابد من تحدد لها الإمكانيات المالية واللوجيستيكية لنجاح الأهداف ثم تجد دور المرحلة التاتة وهو اختيار الكاريزما والبروفايل لهذا المدرب وفتح باب الاشتغال الآن بدأت العلاقات هي التي تحدد استقطاب المدرب بدون أن تراعي هذا الأهداف لأن الكل يسحدث على مدرب ما ثم يستقطب مدرب ما بهنا كوسط مثلا رياضي أو كميت موكلة رياضي أو لا يعني هذه الأجهزة المحيطة بالنادي هي التي تخليك بعد الأحيان ترتبك في اختيارات المدرب بدون أن ترجع إلى الأهداف لأن على المؤسسة المنخارط أولا يجب أن تدارو الأهداف توفرها الإمكانيات ثم تبحث على بروفيلات الجاهزة والقادرة أو عندها الخبرة من أجل إنجاح هذه الأهداف وبالتالي أن هذه الأهداف هل هي متوسطة المدى مثلا فتح ريباطي أنها تعاقدت مع سلامي لمدة طاولات ثم أنها بدأت تغير من الهيكلة وإعتمدت الآن على أبناء النادي إلى غير ذلك فكل نادي له واحد الفلسفة معينة أو الأهداف معينة وهذا هو الذي يخليب عن الأهداف أنها تفشل في تحقيق الأهداف لأنها لم تكن عندها تخطعت وهنا كان يجب أن طرعوا السؤال هل فعلا المكاتب المسير للأندية الوطنية تتوفر على كفاءات يعني مهنية داخل هذا النادي رغم أن وجودوا مجموعة من الشباب اللي عندهم خارجي المعايد العلية خاصة في التدبير الرياضي والمنشآت الرياضية لغير ذلك لم تستقطبها وتعتمد فقط على ناس لهم على خبرة كما نقول مهدانية أو لهم يعني كما نقول نقل خبرتهم مثلا مقاولتها إلى الجمعية الرياضية وهذا هو الخلال الكبير جدا عندنا في المغرب الحاصل قبل ما يتعاقد أي فارق مع مدرب يدير عقدة أهداف ويختار البروفيل اللي يناسب لهذه العقدة الأهداف طبيعة الحال لأن لا يمكن أن يكون النجاح بدون أن تكون لك المصار كما نقول والطريق الواضح يعني في الإنارة يعني واحد طريق أنت قد تشاهد فيه مظلم لا تعرفوا ماذا يجدوا أمامك يعني من المطبات موجود وكذلك يعني شوائب اللي يمكن أن تعرق إلى مسيرتك الرياضية يعني كنادي لهذا لا بد أن تكون رياة واضحة والأهداف كما قد لك نفس يجب أن تكون مدروسة تحت يعني ناس اللي عندهم خبراء على حول الهدف تصطير الهدف في جوانب أخرى مكملة لدك الهدف ليس لأنك تفكر تجد في المقاوة تفكر أنني يجب أن نحقق الصعود أو يجب أني مثلا أصعد أو بتغير تركيب البشرية بدون أن تراعي واحد مجموعة من المحيطات لهذا لأن الآن تدبير الرياضي هو مادة علمية تدرس وتكسب الخبرة والتجربة ولهذا مجموعة من الأندية تفقدوا لهذه العمالية وهذا شي يقول كيف تسترد أستاذ واحد حال تدي العادة من استقرار نشوفها في هذه الأندية طبيعة الحال لأن مثلا المؤسسة مثلا منتجة عندما تجد واحد المنتج ديها مرتبك في الأسواق الوطنية مثلا غير موجود ليس له واحد القبيلية ليس له أنه موجود على مستوى رفوف مجموعة من الدكاكين هناك يبل بأن أنك تنجح في تسويقه ولهذا كذلك أن الكرة هي منتج فرجوي للجماعير ثم إعلاميين على المتابعات ثم هناك مستشيرين محتضنين داعمين مباشرين وغير مباشرين فهذه كل أشياء يجبون تحيط بدراستها من أجلي وتحليلها من أجلي إعطاء واحد المنتوج اللي أنت كتعيش يعني به كمجموع كمكتم مديري أو لك نادي رياضي لأنك أنت الآن الكرة الوطنية في النصلات بتخطي ديالها استراتيجية كجامعة من ناحية المنتخبات يجب أن يسقط هذا التدبير وهذه الحكامة على مستوى الأندية وبالتالي كاللقى واحد الفوارق ولهذا لماذا أن الجامعة نجحة لأن في التدبير ديالها وفي سياستها يعني والأهداف ديالها ولماذا أن الأندية التي تنشط داخل يعني تحت لواء الجامعة لم تنجح إذن هناك خالة للخالة هو أن الناس اللي كيكونوا كمكتب مديري ديال الجمعيات لا يعرفون مش كلهم جملة ولكن يعني نتيجة إياه فالارتبال أنهم لم يعرفوا تخطيط يعني الأهداف الرياضية يعني الحقيقي اللي يجب أن الكل يشتغل على دراسته وبالتالي أنهم لا يستمعون للنقد الداتي سواء من وسائل الإعلام أو من المحللين أو من متعبن أجهزات المراقبة ويشتغلون يعني في التصدعات وشفنا مجمع من الأندية عند التصدعات ما بين الملخاري طيب ومكتب مسيري شفنا حسين التقادير شفنا المغرب الفاسي شفنا أندية أخرى كبيرة الراجة كذلك الويدات كذلك فهذه البركانية العلاقات هي ما بين الملخاريطين المؤسسة البرلمان ديالها ما بين المكتب المديري كالطرع بشكل كبير على النتائج وبالتالي شفنا حد بجمع من اللاعبين ليس لهم رواتب ما عندهم يعني الحوافيز ديالهم ما عندهم رواتب ديالهم وحتى على مستوى الأجنبي وهناك تكون الأليات المراقبة اللي نتمنى وتكون أن الجامعة تحرك يعني تخلق مصطرة للمراقبة وبالتالي عقوبة ديال الأندية تكون واضحة وتكون شفافة وديمقراطية ما بين جميع الأندية غري أسدت دائرة رها عالمية مشاعر الدول المغربي واللي كي يشبه لا طبيعيا لأنك تلك هذا نقاش عالمي لأن كل مؤسسات الرياضية اللي كتعتمد فقط على البينيفولا كتخليها تعيش هذه المشاكل عيحنا واحد الفرق كبير أنه بعد الدول أخرى كتلقى ما عنداش بقوش يعني هربولي المستشيري لأن هناك اتفاقية لأن المستشير كيجي عندهم واحد الهدف معين كيقول كان لحصلت لأحد المرتبة معينة أنا غنزيدك هنا ولا فتاعتني كنزيدك هنا يعني اتفاقية مؤطرة لأن هناك نشوفك تحتمل فقط على الجماعات المحلية والترابية تعطيها الدعم ولكن عندما دخلت يعني الجماعات الترابية في ربط واحد الاتفاقية تهدف سبعات واحد طاست ضعات الليش لأن لا تعطيك السيولة الكاملة بل تعطيك سيولة يعني على حسب الهدف الأول ثم أنك عندما تحق الهدف الأول تمرك للدعم الثاني ثم تمرك لما تمرك الثالث والآن هذا هو المشكل الكبير خاصة لأن الانديا ما حاولتش تسوق الفكر ديالها نظرا لغياب مصالح داخل مكاتب المديرة التي تقوم على عملية تسويق وكذلك عمليات يعني يعني تبع المنتجات ديالها رغم أن عندها الإمكانية الآن على حساب الاعتماد ديالها المستوى الوزارة يعني تربية الوطن والتعليم الأول والرياضة اللي يعطيها الاعتماد باش أنها تخلق لرأسها واحد يعني المتاجر التجارية وكذلك من أجل المداخل فبتلك ألقوها دائما منتائها وخاصة كذلك الجماهير كتدير واحد العمال ديال العنف داخل الملاعب اللي كيكون عندها عدم دخول المتفرج اللي وقفهم كويك كتسمى الويكلو هذا كله تودك العائدة المالية ديال الجماهير كتنقص وبتالي تترك عليك واحد المشاكل الكبيرة أنك تدفع المديونية بدون أن يكون عندك مداخل وبتالي تكون عندك دائما العجز عندك كبير جدا كيف رأيك في قرار الفرصة الوحيدة في الموسم الرياضي كيف تشوف أولا هذا نقاش كان عندنا تقريبا هذه عشر سنة ونحن نناقش هذه العملية لأن المدرب يجب أن يتقل بين الأندية لا يكون عنده فرصة واحدة ولكن كانت هذا جعل بعد مجموعة المشاكل أنك تولي وحد الهيمنة بأن المدرب يمكن يتمقل 4 أو 5 مرات في السنة في نادي واحد وبالتالي هذه الهيمنة فيها وسط أرياضين لهم مثلا من القوة لأنك يكون يعطي الأندية واحد من اللاعبين وبالتالي يفرض بعد الأحيان المدرب على واحد النادي رغم أنه عارفين ما نجح في واحد النادي ونشوف الآن لدينا التجارب مجموعة من المدربين يعني من روح هذا خمسة الأخيرة من روح الأندية في الدرجة الأولى في الثانية ثم دائما عندهم فشل وكانت استكرر ولكن هناك مجموعة من الشباب وكان الناس تعطيهم تجري وهذا كان واحد الاتفاق في مراكش كان اتفاق يعني كان مطاق بالمدرب لأن كل تعطاه واحد الفرصتين باش إنه هو يخلي الفرصة الأخرى ولكن مع ينزل الدرجة أسفل بالتالي باش تعطى فرصة أخرى وهكذا كان يعني كان إشكال القانون ديال المدرب يعني على مستوى العالمي كيف كان يستحل المجال يشتغل على برة ولكن بقى سؤال هل الأجنبي مثلا عندما يده البطول البطنية ثم يفشل يعني كما نقول فسخ العقد هل يمكن يفتح له فرصة مرة أخرى أن ينزل الدرجة تانية أم يعود شفنا بعد المدرب كيمشي هذا العام يعني كيمشي وسط الموسم وموسم تاني يجي لدرجة أولى أخرى هناك يبقى واحد الخلل شوية مازال عندنا ولكن نتمنى أن تكون واحد تفاعل من الجامعة مع ويدا ديال المدربين باش على الأقل نخرج واحد واحد المتاق آخر اللي يتم شاك ما كان قوله بعد داز الجريبة ديال عشر سنوات ندرس ونحاود نشوف الخلل في كيمشي بالضبط باش لقوش صيغة اللي طبعيا دبا المشكل لكينا هو دبا الإشكال وداخل المدربين هو أن التكوينات ديال المدربين باش تطلب درجات كتطلب عليك أنك ستكون كبيرة جدا في تقريب 176 نادي على ما أظن أو أكتر يعني كل واحد عنده مدرب بتالي أن هذا المدرب هذا باش يدخل دور تكوي كيف يفرضو عليه الكاف وكذلك لفيف أنه يكون كيدرب في النخبة وبتالي أنه كي يعجز أنه باش يدخل تكوينات إذن خصي يكون لقاش أولا من داخل الجامعة مع الكاف أنه تفتح تكوينات بدون أن تراعي بأن هذا برو هذا هاوي لأن التكوين لا يقصد بأن هذا هاوي لأن التكوين اللي كان ناخده كيكون متساوي كيه ذاك اللي يخدم في الاحتراف كيه ذاك يخدم في الهوات إذن نفس المضمون نفس الكون لماذا أنك أنت كنت تفتقسيني يعني بدرجة وبالتاني أن الملاحظة اللي عندي وهو أن الاهتمام الكبير جدا دي المكتب يعني الجامعة وهو دائم يتصب في الإصلاحات على مستوى الاحتراف يعني الدرجة الأولى والتانية ولكن دون يعني بدون بالاهتمام في الأطور الرياضية داخل الهوات اللي هذا هو النقاش الكبير واللي كي يتداول بمجموعة من المدربين على المستوى الوطني يمكن واحد توجه في صفح المدربين كي يدعو لتحول نحو الأمل النقابي عوال الأمل الجمعوي كيف شاء أستدك تشوفها هو شوف دباء هذا العمل النقلة ما بين عمل من الجمعية المدربين إلى نقابة المدربين فيجوش الأسئلة أولا لابد أولا نعرفه بأن النقابة هي كتكون قطاعية يعني كتكون مع باطرونة نقاش مع باطرونة الآن هل الجامعة تحولت إلى شركة والجمعية تحولت إلى شركات باش تكون عندنا واحد باطرونة نقشه معها الموضوع دي تشغيل لحسب خلال الشغل أما هي ما زالة جمعية وبالتالي ما يمكنش تدخل واحد نقابة تنقش مع جمعية لأن الأساس لمنظوم الجمعية والضهر 58 ولكن النقابة عندها واحد لمنظوم سواء تكون منتمية لحزبية أو غير منتمية لحزبية يعني مستقلة وبالتالي هذا النقاش سيكون نقاش تفكير أكتر لأن هل ستتحاور هل سيكون عندك ممتع على مستوى الغرفة هل سنتذهب لغرفة التجارة أم غرفة الفلاحة إلى أي غرفة لسنذهب لكن نحن نتوجه إلى مستوى النقابة وهذا كل تطرح على مستوى جواري لأن هنا سيأتي المشرع ثم في النظام التكويني الجميع يطلب يكون عندها ممتل على جمعية الحكام وممتل على جمعية اللاعبين الدولين وممتل على جمعية المدربين وبالتالي هنا لم يتحدث المشرع على ممتل النقابة هنا سيكون خلاف كبير جدا ولو تكون نقابة ولكن يجب واحد المساطير الأخرى لنقشها كذلك يجب تكون واحد اليوم دراسي وطني هل هناك ستكون بطرونة في العمل الرياضي أم ستظل المؤسسات الرياضية مؤسسة الضائر 58 الجامعة مؤسسة الضائر 58 العصبة الاحتيار في الضائر 58 الجمعية الضائر 58 وهناك يكون نقاش كما نقول مع الخبار في هذه العملية هل تحول أنه مازال محتاج النقاش أولا القبيلية كيف هذي البطرونة تقبلنا كيف أن البطرونة تتعامل معنا رغم عن المستوى الأوروبي يعني هم تجاوزوا المحطات هذول لأن هم تحولوا شركات قبل منا وصبحت واحد البطرونة المكاتب كما نشوف شركات عملاقة كبيرة يدعي الرياضي وهذا كتتأخذ الأندية كتشري ثلاثة أو أربعة الأندية وكتبت تشتغل على إذن هناك مجاليس إدارة وشركات رياضية كبيرة كما نقول شركة دولية ويمكن شركة دولية يمكن تفتح إلى تحط البورصة يمكن دخول الشركة ولكن لا بأس أن يكون نقاش كبير داخلي في يوم دراسي نحاول نقطب مثلا خبار الشركات الرياضية على المستوى نشوف التجارب في أوروبا ومعكس الإيجابية والسلبية لأننا في المغرب نكون متصرعين فقط نقابة دون المراعاة إذن قطاعيا ما زال لدينا بعد الحواج لأننا لا نشوف علم مدرب لأننا نقول من أجراء الأيطار النقابي اللي يتأسس كيخص فقط المدرب هذا المدرب وش هي يعني من أولوية كمهنة معطرف يعني المشريع المغربي مثلا نقول مثلا المشريع المغربي نقول مثلا واحد المهنة كنقوا عندها مثلا المداريس أو كليات أو جامعات أو معاهيد خاصة كتخرج هذه المهنة بالديبلوم احنا تخرجنا بالديبلوم هالديبلوم تابع مدرب ولكن ما تحدد نش صغات يالو وش هذي هذي كنفيدرالية الإفريقية وش هي مؤسسة نقابية اللي غتعطي كمهنة مؤسسة احنا كممارسة ممارسة التدريب كتسمح لك ممارسة التدريب بواحد واتقة موينة ولكن كمهنة لأننا ميكان نقول ميهنة كتكون فيها واحد طارات يوبية عندها واحد إجراءات وقال الشغل واضح فهذا العملية هذه إذن غيكو سيكون مفتشين دير الشغل إذا وقع لك إشكال واش غت مش لجامعة ولا غت مش عند مفتش الشغل لمن غت تبع إذن فيها حلقات إدارية شريعية ما زال فيها شوية الخالر ويخاص يتحل النقاش فهذا العملية هذه لأن لحد سيكون جمعية والنقابة لا يمكن تناقش جمعية لأنها غير قارة وغير مستقرة وغير المتابعة من تحول المنظومة إلى شركات مستقرة تم والمشريع اعطاء غرفة معينة يقول هنا غرفة الرياضة التي سيقوم لها الممتنين في هذه القطعات كاملين تم يمكن أن هنا مازال المشريع ومازال المؤسسات التي تخلق الجدل وهنا قطع واصلة الوزارة الطلب الوطنية والرياضة وهنا مصار يكون نقاش كبير شوية بالبسطة نجاوز ولكن خلصنا نفتح هذا النقاش الداخلي يجب أن تفتح شكرا لك 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 على تربية الدعوة إلى لقاء مشاهدين الكرام في حلقة أخرى من برنامج أنفس بو